أنا عايز أعرف يعني إيه أولاً دفتر مالغي يعني هي ذكرت في وسط الكلام أنه هو وثق الجواز ده في دفتر مالغي يعني إيه دفتر مالغي؟ ما تيجيش دفتر يلغى الأول الأول بسم الله الرحمن الرحيم بنتنا طبعاً ده لها حقوق ومحدش يقدر يبخس حد بأي شكل من الأشكال لأن كلنا هنقفوا في الضم ربنا وهنحاسب عن الكلمة اللي بنقولها صحيح تم تعديل وسيقة الزواج في 32004 وأصبحت وسيقة الزواج ذات صورة للزوج وصورة للزوجة ويعتم البصمة بيد الزوج الإبهام يد اليمنى على صورته وإبهام اليد اليمنى للزوجة على صورتها دي من 2004 ما تم ده كان زواج عرفي دون وسائق على فكرة يعني ده كان زواج بدون وسائق لا يا فندم دي بتقول المحكمة حكمت لها يا فندم يا فندم أنا يعني ايه مش هقول رب القصر لا أنا ابن المهنة دفتر وقسيمة رسمية وجوبي على المأذون ما دام أن أصحاب الشأن تم التوقيع بأيديهم لازم تخش الوثيقة المحكمة أمر منتهي ورع عرفية لا توسق فهو تم سواء كان من المأذون وبعلمهم أو من غير علمهم أن تم الزواج عرفي لوحظ من كلام بنتنا الغالية أن الزوج من عائلة مرموقة مسموعة لها سلطة ليها ليها فكلامهم يعني ايه شديد في قلب البابل وخاصة وجائبل احنا عارفينه طبعا أما تم الزواج تم عرفيا طب معلش لازم أتوقف هنا هو هل يعقل أن مثلا والدها والشهود على العقد مش عارفين الفرق ما بين الأسيمة العرفية والأسيمة الرسمية للأسف للأسف حتى لو جات لك أسيمة مزورة ما هي دي مشكلة للمعارضة عندي من ضمن المشاكل اللي موجودة في المجتمع المصري أن هناك منتح الصفة بعيدة عن الواقع بتاع بنتنا يعني فيه منتح الصفة في القاهرة والجيزة والسكندرية جميع محافظات الجمهورية منتح الصفة مأزون منتح الصفة مأزون وهو ده اللي عامل مشاكل جمع بيعمل ايه؟ طب ده بيستفيد ايه؟ تربح عامل مأزون أنت النهاردة في محطات المتوه في أي مكان بتلاقي المأزون الشرعي ورقم تلفون أنا ما أنت اللي عارفها ولا هو مين ولا فين ولذلك وزارة العدل وليحة المأزونين بالاختصاص العمل لكل مأزون يعني بنتنا مقيمة في البلد الفلانية طبعا قصية أو طبعا منفلوت يبقى المأزون المختص بالقرية نفسها هو المختص بعقد زواجها وحاليا التصادق على الزواج يعني هل هي أخطأت هنا أن هي كتبت كتابها بره قريتها؟ المفروض المفروض وده اللي احنا بننبع عليه دلوقتي مأزون المختص بواقعة الزواج والتصادق على الزواج والطلاق في غيبة الزوجة والرجعة اختصاص محل إقامة الزوجة ووجوب النهاردة بقولي للزملة كلهم إذا طلب منك إثبات شخصيتك أنك مأزون وجوب عليك أنك تطلع إثبات شخصيتك سواء كان الكرنيه أو البطاقة لازم تثبت شخصيتك ليه؟ لأن في هناك بسائق مزورة بيتم التعامل بها من منتح للصفة حضرتك يبقى كتب الكتاب تم شرعا سليم كتب الكتاب تم لأ دي نقطة مهمة نتوقف عندك شرعا سليم شرعا سليم شرعا سليم يعني لو مأزون دائما حضرتك بتقول كده من اللي حطين أرقام تليفوناتهم في أي مكان من منتح للصفة من منتح للصفة شرعا شرعا العقد شرعا سليم بس هو أصلا مش مأزون هو مش مأزون يعني واحدة وحدة اللي داخل أنا هوضحها لكلو سبورتي واحدة واحدة بس يعني واحد مش مأزون منتحل صفة مأزون ورحول لجأوله عروسة وعريس واثنين شهود وزوجهما دا يبقى شرعا سليم شرعا متجاوزين سليم لكن قانونة ملهاش أي حقوق غير مزبت دا اللي حصل في حالة مدام هب غير مزبت لا لا تبخي اسمع